جماهير النادي الاهلي لها مواقف تاريخية كتير وإن كنت أعتقد أن البعض بيكون عارف المواقف دي ارجعوا لفترة 62 ل67 وإزاي جماهير النادي الاهلي كانت بتحاول تعيد النادي الاهلي لملكيتها لأن النادي ده ملك الجماهير كانت الجماهير شايفة اللي بيحصل في النادي الاهلي في خمس سنين هو تدمير للنادي الاهلي حاولت كتير جدا حصل استقالة لأعضاء مجلس الإدارة ولكن للأسف رئيس مجلس الإدارة رجع تاني وشكل أعضاء من مجلس الإدارة لكن غضب جماهير النادي الاهلي أكبر الجميع على الاستماع والإنصاط وتغيير المجلس الإدارة سنة 66 أو موسم 66-67 وكانت أولى محاولات إصلاح النادي الاهلي وعودة هيبة النادي الاهلي وسيطارة النادي الاهلي على البطولات وجماهير النادي الاهلي لا تقبل أبدا إلا أن النادي الاهلي يكون رقم واحد رجع النادي الاهلي لمصاره الصحيح جماهير النادي الاهلي عرفة كويس يعني إيه النادي الاهلي وكل من يقود النادي الاهلي أو يمنح لي شرف قيادة النادي الاهلي بيبقى عارف كويس أن فيه منهجية سبتة مش ممكن يعني حرف عنها لأنه هو اللي هيضل الطريق ده بخصوص جماهير النادي الاهلي لكن البعض بيكون عارف كويس قوي الكلام ده وبيكون قاري كويس قوي الكلام ده ولكن بيكون متعمد التضليل عن عمد ربما لأنه عارف كويس جدا أنه هو صفر والصفر لازم عشان يكون له قيمة لازم يتحط جنبه حاجة واحد صحيح على يمينه وأي حد بينتقد النادي الاهلي أو بيمدح النادي الاهلي هو بيحاول يقترب من الواحد الصحيح لكن هنا في قناة النادي الاهلي عند جماهير النادي الاهلي من يمنح النادي الاهلي حقه بيتواجد على يمين الاهلي الواحد الصحيح فبتزيد قيمته أما من يتجنى عن النادي الاهلي أو يحاول عبسا تضليل الجماهير عن تاريخ وتشويه صورة ذهنية للنادي الأهلي فمكانه على يسار النادي الأهلي على يسار الواحد الصحيح يعني قيمته ستظل صفر حتى لو حاول جذب المزيد من المشاهدات سيبقى دائما صفر أمام النادي الأهلي سيبقى دائما صفر فأعين جماهير النادي الأهلي سيبقى دائما على قيمته الحقيقية صفر